بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هناخد موضوع يعني ايه سيجنال فاليديشن انا انا عايز اتأكد ان السيجنال اللي طلعتلي دي فالد يعني المعلومات اللي فيها حقيقية وان السيجنال دي حقيقية فانا بعمل للداتا اللي انا جمعتها علشان اتأكد ان كل المعلومات اللي قدت الى ان انا اخدت قرار ان في سيجنال ان الدولة البتاع بيعمل المشكلة الفلانية ده حاجة حققية وان دي سجنال حقيقية خلاص طيب اه وده علشان اشوف الاخر علاقة سببية بين الدوق بتاعي هو ده خلاص طيب انا عشان عامل السيجنال دي وتأكد ان السجنال دي سجنال حقيقية وصحيحة وان المعلومات اللي فيها حقيقية لازم احط في اتماغي الثلاث حاجات حاجات دون هما اللي بيقولولي السجنال دي فالد ولا مش فالد خلاص بشوف بتاع السيجنال بشوف بتاع السيجنال هل ده هنتكلم عليه دلوقتي ده في حاجات كتيرة بتاع السيجنال اللي هو ايه السيجنال دي كانت معروفة قبل كده ولا مش معروفة تمام? وبالمناسبة انا بعمل فقط للسيجنال حاجة جديدة حاجة مش موجودة لو موجودة في الاسي بي سي الاسر الجانبي يبقى انا لا انا مش هعمل للسيجنال دي لانها موجودة في الاسي بي سي الا اذا السيجنال الجديدة فيها اللي موجود في الاسي بي سي يعني ايه يعني بتاعته زادت عن الطبيعي نسبة الاصابة زادت عن الطبيعي معينه مزكول في الاسي بي سي بس ايه النسبة زادت ففي الحالة دي لا هعمل للسيجنال انما لو السيجنال اللي انا ببحث عليها دي نفس النسبة اللي موجودة في الاس بي سي بعمش هعمل لها لانها قريدي موجودة قبل كده. تالت حاجة علشان هعمل للسجنل يعني ايه? يعني السجنل دي هل آآ برضو متكررة في امريكا? متكررة في بريطانيا? متكررة في متكررة في متكررة في مش عارف ايه? في مصادر تانية قالت ان في سجنل فعلا من الموضوع ده وتكررت في كزا حتة. آآ هل موجودة في الداة بيس بتاعة الوزارة? هل موجودة في الداة بيس بتاعة الوزارة في المنظمة الصحة العالمية عن صور. هناخد كل واحدة من الكلام ده. وخليكم ممركزين معايا. انا بعمل للسجنل. اول حاجة مين? طيب بتاع السجنل دي. آآ يعني يعني اديني ايه امثلة? اول حاجة لو انت عندك غير لما تكون غير لما تكون لها غير لما تكون بسوول. فبتفعص في الاس اصارات اللي موجودة عندك كلها وبتشوف الكوزالتي فيهم كلها وبتشوف النسبة الاغلبية ايه? فانت لازم تحط في دماغك. الكوزالتي نتيجة الريزلت. وطبعا الكوزالتي جوها ايه? جوها يعني قوة الدليل. آآ جوها طبعا الزمن المنطقي. جوها جوها حاجات كتير. خلاص? آآ بتاع برضو السيجنال دي بتبص على السيجنال. يعني هل السيجنال دي خطيرة? هل هي سيفير? ولا سيجنال العادية كده ايه كلام? ده لازم تحطه في الاعتبار وانت بتعمل للسيجنال. طب النوفيليتي افزا الرياكشن. هل السيجنال ده كان موجود قبل كده? ولا 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 حاجة نادرة الحدوث? لا يبقى لازم تحطها فيين? في دماغك وانت بتعمل فيه هل جديد ولا لا? هل اللي حصل ده حصل في ولا لا? لانه ممكن يكون حصل في اطفال ممكن يكون حصل في الحاجات دي ما بتتعملش في حصل في فأنت وانت بتعمل لازم تبص على الحاجات دي كلها. آآ هل السيجنال اللي انت بتعمل لها دي? موجودة قبل كده ومذكورة في بنفس النسبة وبنفس الحدية وبنفس كل حاجة وبنفس معدل الحدوث لو موجودة يبقى مش تعمل لها إنما لو حاجة جديدة خالص مش مذكورة في الاس بي سي يبقى لازم تعمل لها خلاص? آآ طيب هل آآ كنت ازاكيرها قبل كده في الريسك ماناش منتيبلان او في اللي فات وبتكمل وهي انا مستمرة معاك من اللي فات وهي ففي الحالة دي ايه? لازم تعمل لها خلاص? وقلنا ان الدواء بتاع السيجنال لو سيجنال عن اثر جانبي مذكور في الاس بي سي بس في حصل تغيير في بتاع الريسك يبقى لازم اعمل لها ايه? خلاص? آآ هو بيقول لك هنا السيجنال الجديدة فقط هي اللي بعمل لها اللي هي خلاص? يبقى اول مرة تحصل انما لو حاجات مذكورة في الاس بي سي ومعروفة وقتلت باحسن لا السيجنال زي انا ما بعمل لهاش في خلي بالكم من الحتة دي الحتة دي مهمة. مع ذلك آآ بيقول لك لو الحاجة كانت مذكورة في الاس بي سي لأثر الجانبية مذكورة في الاس بي سي ولكن حصل فيه ففي الحالة دي لا هنعمل له ايه? خلاص? طيب. تالت حاجة اللي هي طبعا التالت حاجات دول بيدعموا ان الكسة تبقى خلاص? يعني انت بتاخدها واحد واحد كده. لو في مواظم الايسي اصارات يبدأ بيخلينا اقول ان الكسة فالد. آآ ده في معلومات سابقة واللاقينا كازا وكازا دولة بتقول ان في سي جنال نفس الاسر الجنبي لما لاستهضاف نفس المدنا الفعال فده يخلينا اقول ان الكسة فالد. تالت حاجة عصور سورس زي 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 اقلنا في وزارة الصحة المصرية او في الابسالة منظمة الصحة العالمية. خلاص احنا كده اخدنا التلات حاجات لو توفروا هذي التلات حاجات اقدر اقول ان دي ايه خلاص وصحيحة والمعلومات اللي فيها صحيحة هنا بيقول لي ايه بقى لو الكيسة طلعت مش بالد اعمل ايه قال لي لا ده لو الكيسة ده ده يخليك السيجنال دي تستحق انها انك تحطها تحت عنايتك وتحت ايه في المستقبل والايسي اصارات اللي هتيجي لنفس السيجنال لنفس الاسر الجانبي اللي موجود في السيجنال ده لازم ايه بقى ايه لا تركز عليها وتعملها كويس وتشوف لان ممكن السيجنال دي في المستقبل تكون ايه حقيقية خلاص خلاص طيب ايه تاني بيقول لي والناشنال ميديسن اصورة اللي هي وزارة الصحة المصرية مسلا في مصر لازم يحطه تراكينج سيستم لازم يحطه نظام تتبع علشان يا اي ايه اي ايه لا لا انا عايز اخشة لزرارة لو لما التاج على деле exists لازم يظهر لكل لما تاج على لو كل كل وهذه موجود فيها التاة بتاعتها ودي ليه ليه وعلشان اقدر اعمل وتتبع للايه لالفالد سيجنال والانفاليد سيجنال كده خلصت محاضرة السيجنال فاليديشن شكرا لحضراتكم